سلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نوصل كيسة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون بكابل HDMI اول حاجة هنجيب الكيسة بعدين تجيب كابل HDMI وهتجيب طرف من الكابل وهتيجي هنا وراء الكيسة هتلاقي منافذ التوصيل اما حاجة تشوف منفذ HDMI سواء كان في اللوحة الام نفسها او في كارت الشاشة الخارجي وهتوصله بالشكل ده بعدين هتجيب الطرف الثاني وتوصله في منفذ HDMI اللي موجود فيه الشاشة واهم حاجة تاخد بالك ان ممكن الشاشة بتاعتك يبقى فيها منفذين HDMI فاعرف انك هتوصل الكابل في المنفذ الاول ولا التاني وممكن تعرف ده ان اللي فوق بيكون الاول واللي تحت بيكون التاني شوف انت المنفذ اللي عايز توصله وهتوصله بنفس الطريقة وتأكد انه اتركب بشكل كامل وبس كده يبقى انت اركبت الوصلة فيه الكيسة والشاشة دلوقتي هنجرب ان احنا نشغله اول حاجة هتجيب الريموت بتاع الشاشة وهتلاقي فيه زرار اسمه TV slash video او ممكن يكون source او حتى ممكن تلاقي اسمه input المهم لو لقيت اسم من الثلاث اسمه اللي انا قلتها دولة هتضغط عليه وهتظهر لك قائمة زي دي هتروح هنا على HDMI وهنا بقى على حسب المنفذ اللي انت حطيت في الكابل انا حطه في المنفذ الاولاني فاختار HDMI 1 طبعا لو انت حطه في المنفذ التاني اختار HDMI 2 تمام كده انا دخلت عليه وهو طبعا بيقول لي no signal علشان لسه ما شغلتش الجهاز فانا هبدأ ان انا شغل اهو دلوقتي اشتغل اهو تمام هو بيبدأ ان هو يشتغل معايا وهستنى لحد ما يفتح تمام هو كده اشتغل معايا استنى بس لحد ما يدخلني على الويندوز تمام كده هو ادخلني خلاص على الويندوز وابدأ اهو ادخل على سطح المكتب تمام هو انا على سطح المكتب وقدر استخدم النظام عادي من غير اي مشكلة ولو يعني لقيت اي مشكلة في المقاسات بتاعت الشاشة ممكن تدوس كليك يمين بعدين display settings تمام فتح له الاعدادات هنا من display resolution ممكن انك انت تعدل المقاسات زي ما انت عايز يعني مثلا هو هنا اهو بيقول لي recommended بيرجح لي ده فان هو اخترته والمقاسات اتغيرت فلو انت عجبك مقاس معين خلاص دوس على keep لو مش عجبك دوس هنا على prevent وشوف انت بقى المقاس المناسب لشاشتك وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو وعرفنا مع بعض ازاي نشغل الكمبيوتر على الشاشة ولو اي حد عند سؤال اكتبوا تحت فيه التعليقات وان شاء الله هرد عليه فقارب وقت السلام عليكم